بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حل جملة معادلات قطية بطريقة غوز زايدل وهي من الطرق غير المباشرة تعتبر طريقة غوز زايدل تعديلا نحو الأفضل لطريقة جاكوبي والفكرة الرئيسية لهذه الطريقة تعتمد على أنه عند حساب التقريب زي الخطوة كازاد واحد للمجهول XLI يتم بدلالة التقريبات من نفس الخطوة للمقادير X1 X2 XLI وبدلالة التقريبات من الخطوة السابقة للمقادير XI Z1 XI Z2 XLN كونها لم تحسب بعد عند إذن الجملة يمكن أن تصاغ بطريقة غوز زايدل وفق الدستور التالي ما هو الفرق بين طريقة غوز زايدل وطريقة جاكوبي طريقة جاكوبي كان جاكوبي يأخذ شعاع التكراري الأول ويعوضه كاملا في الخطوة وينتظر إلى أن تنتهي الخطوة ليحصل على الشعاع التكراري الثاني يأخذ شعاع التكراري الثاني ويعوضه في الخطوة الثالثة وينتظر إلى أن تنتهي كامل الخطوة ليستخدم الشعاع التكراري الثالث وهكذا في بقية التكرارات أما غوص زايدل فسرع عملية التقارب قال لماذا أنتظر إلى أن تنتهي الخطوة مثلا إذا أخذنا كان الشعاع الأول هو X1 يساوي إلى B1 A1 X2 A1 X3 X2 يساوي إلى B1 A2 X1 A2 X3 X3 B3 A3 X1 A3 X2 هنا نركب عدادات كان غوص جاكوبي يركب هنا K1 هنا يركب الخطوة K هنا يركب الخطوة K إذا كان يريد حساب K زائد 2 وهنا K زائد 1 وهنا الخطوة K هنا الخطوة K هذا كان ما يفعله جاكوبي الآن غوص زايدل إجاء قال أنا في الخطوة الأولى حسبت X1 لماذا أنتظر إلى أن تنتهي كامل هذه الخطوة لحتى أستخدم الشعاع X1 أنا هون عندي X1 فلن أستخدمه من الخطوة القديمة ولكن سأستخدمه من الخطوة الجديدة إذا هنا سأستخدم K زائد 1 كون X1 K زائد 1 حسبته فأستطيع استخدامه أما X3 فلم أحسبه لأنه هنا إذا هو بالتالي الأشعة اللي حسبتها أستطيع أن استخدمها في الخطوة الآن نأتي إلى الخطوة X3 K زائد 1 فأرى أنه هنا X1 جاكوبي كان ينتظر يأخذ الخطوة K أما غوص زايدل فقال أنا X1 حسبته في هذه الخطوة فأستطيع أن أستخدمه والX2 كذلك حسبته فأستطيع أن أستخدمه هنا فأستخدم هنا الشعاع الجديد للX1 اللي حسبته وأستخدم هنا الشعاع الجديد اللي حسبته في نفس الخطوة استخدم الأشعة الجديدة لا أنتظر إلى أن تنتهي الخطوة هذا الفرق بين غوز زايدل وجاكوبي وواضح أن غوز زايدل أسرع وأفضل في التطبيق من جاكوبي الآن كان في طريقة جاكوبي هناك شرط للتقارب فهل يبقى الشرط لنفسه للتقارب لطريقة غوز زايدل الجواب نعم فمعياري التقارب في طريقة جاكوبي تبقى صحيحة أيضا لطريقة غوز زايدل وكذلك هنا فإن معياري التقارب لطريقتين جاكوبي يبقى صحيحة لطريقة غوز زايدل ونعتبر هنا أيضا أن الشعاع التقريب الأول إذا ما عطنا الشعاع التقريب الأول فهو الشعاع الصفري أي أن XI0 هو الصفر ما هو معياري التقارب إذا تذكرناهم كان معايير تقارب هو أن تكون مجموع A1 أكبر أقل من الواحد هذا كان معيار وقلت هذا المعيار كذلك الأمر A2 و2 A2 1 زايد A2 2 زايد A2 3 زايد A2 إن يكون أقل من الواحد وهكذا وقلت أن هذا قل ما يستخدم هذا الشرط نحن بالنسبة لأنه نحن نستخدم الشرط الثاني اللي هو كان حصلنا عليه في النتيجة والذي يقول أن عناصر القطر الرئيسي أي أن A1 1 يجب أن يكون أكبر من A1 2 زايد A1 3 زايد إلى آخره زايد A1 إن اللي معه بنفس السطر كذلك A2 2 أكبر من A2 1 زايد A2 3 زايد إلى آخره زايد A2 إن والA3 3 والA4 والA إن إن أكبر من A إن واحد زايد A إن 2 زايد إلى آخره زايد A إن إن ناقص واحد إذن هذا كان شرط التقارب إما الشرط الأول وإما الشرط الثاني إما الشرط الأول هذا وقلت لا نستخدمه كثيرا نحن نستخدم الشرط الثاني ويبقى صحيح في حالة طريقة غوص زايد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته